بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس احمد فكر محمود مركز شمكة معلومات جامعة تصيب يريد حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك اتفاعلوا زر الجرس اشتركوا في القناة عشان يصلكم منا كل جديد هناخد المعادلات في الاكسيل حضراتكم بس قبل ان اخذ موضوع المعادلات انا اخذ حاجة اسمها فيل هاندل او اوتو فيل او التعبئة التلقائية لو انا وجفت على اي خلية حضراتكم كده الاقي فيه مربع صغير كده صغير كده اللي هو على يمين من تحت اللي وجفت علي بالموسط لقي علامة الزاد بيجي زاد الزاد الصغيرة كده ده اسمه فيل هاندل او اوتو فيل او تعبئة تلقائية لو انا مثلا حضراتكم كاتب كده مثلا واحد وتحتيه كتابة اتنين وظللتون بالشكل ده حضراتكم المربع الصغير لسويت ده اسمه اوتو فيل لو مسكته كده كليك اند دراج بالماوس وضغط عليه وسحات بالشكل ده هيعمل لي تعبئة تلقائية للخلايا انا اعمل لي تعبئة واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا انا بعمل تراجع اكتب في الخلية الاولى مثلا خمسة والخليل تحتها مثلا تمانية وظللتون بالشكل ده لكن على المربع الصغير ده الاسمه فيل هاندل اشعر عليه بالماوس واضغط واسحب كده هتلاقي الاكسل حضراتكم هيفهم ان انا كل مرة هزود كام تمانية ناقص خمسة ثلاثة يبقى كل مرة هزود لي ثلاثة يبقى تمانية خمسة تمانية احداشة اربعة عشر وكذا اسمه فيل هاندل وهيب سهاج وكايرو اسيط ظللتهم وجيه يضغطلوا سحبت الفيل هاندل كده هلجيه يكررهم لكده كايرو سهاج اسيط سهاج كايرو اسيط سهاج طب الخمسة ديه لو سحبتها بالشكل ده كده نحت اليمين هعمل لي تعبئية تلقائية خمسات كلهم التمانية نفس النظام كده اسمها فيل هاندل او تعبئة تلقائية يناير وفبراير ومارس هزللهم حضراتكم كده بقى كده يلاقي المربع الصغير ده اللي هو نحت اليمين من تحت اضغط واسحب كده اللي جايه يعمل لي تعبئة تلقائية حضركم الاكسيل هيفهم ان انا بكتب الاشهر يناير فبراير مارس بقى كده كده كتب لابريل مايو يونيو يوليو اغسطس وهكذا في مشكلة جرطوا حضراتكم الفيل هاندل او تمام حضراتكم تمام هنأخذ دلوقت ان شاء الله موضوع المعادلات عايز اجيب مجموع المبعات في شهر يناير ومجموع المبعات في شهر فبراير ومارس فيجينا تاحصوهاج اكتب كلمة توتال عشان اكتب اي معادلة حضراتكم في ال اكسل لازم اكتب يساوي يعني اي معادلة في ال اكسل تبدأ بعلامة يساوي خلائب اكتب اسعدة توجي سؤال في الامتحان نقول لك المعادلات في ال اكسل تبدأ بعلامة يساوي ولا تجمع ولا تطرح يبا بعلامة ايه يساوي طب عاوزة اجيب مجموعة ايه حضرتكم مجموعة المبيعات في شهر يناير يعني كايرو خمسة واربعة وستة يبا يساوي كده الخلية اللي هي فيها خمسة اسمها ايه دي خمسة زائد دي ستة زائد دي سبعة وبعد كده اضغط يبا المجموعة حدلكم بيكون كام خمسلاشر طب عاوزة اجيب مجموعة الخلافة الفبراير هكتب برضو يساوي ممكن بدل ما اكتب حضرتكم ايه خمسة او ايه ستة و ايه سبعة لأعمل كليكة على ال ايه كده ايه خمسة كده اللي كتاب لي هنا تلقائيا ايه خمسة واجه زائد اكتبها من الكيبورد واجه اضغط على ايه ستة بكده اكتب زائد من الكيبورد بكده اضغط على ايه سبعة بكده اضغط انتر كده جاب لي المجموعة 17 وبعدها تاني هنا عاوز اجيب مارس يساوي كتبت يساوي ملكيبورد بكده اضغط على اف خمسة بكده اكتب زائد ملكيبورد بكده اف كام ستة زائد ملكيبورد اف سبعة بكده اضغط انتر احنا قلنا حضراتكم في اول المحاضرة عايزين نفهم اللي هو الشريط ده اسمه فورميولا بار لماذا سميه بهذا الاسم انه شريط الصيغة قلنا شريط الصيغة ده حضراتكم بيظهر لي ايه بيظهر لي محتوىات الخلية يا الخلية دي كايرو كتب لي هنا كايرو خمسة كتب لي خمسة يناير كتب لي يناير طب الخلية اللي فيها التوتل دي عملتك لكه كده ما جاب ليش كلمة خمستاشر هنا لجاب لي المعادلة الفورميولا دي خمسة زائد ستة زائد سبعة طب الخلية دي جاب للمعادلة اف خمس زائد فستة زائد فسبعة عشان كده سموه فورميولا بار او شريط الصيغة ليه سموه شريط الصيغة عشان لو في اي خلية فيها صيغة صيغة بيظهر للصيغة لكن ما بيظهر ليش محتوى الخلية يعني في النص العادي حضرتك بيظهر لي محتوى الخلية بيظهر لي محتوى الخلية لكن لما في خلية في معادلة ما بيظهر ليش محتوىها بيظهر لي المعادلة نفسها يعني محتوى الخلية دي 15 لكن المعادلة دي 5 زاد 6 زاد 7 دي برضو اي 5 زاد 6 زاد 7 يبقى المعادلة في الكسل لازم تبدأ بعلامة ايه يساوي مفهوم موضوع عشيد وصيغة ليه ماذا سميه بهذا الاسم؟ تمام حالد طب افترض حضرتك انه صاحب الشركة ده جلعاز المبيعات في كل الاشهر يناير وفبراير ومارس وابريل ومايه والكلام ده هل في كل شهر ابتد اكتب يساوي دي خمس زد ستة زد سبعة وهنا يساوي اكتب هنا ايه يساوي اتش خمس زد اتش هتبقى قصة لفيه طريقة سهلة حضرتك ان انا اعمل ايه استخدم خاصية الاوتوفيل يعني معي هنا الخلية دي اسمه ايه دي ايه المعادلة دي خمس زد ستة زد سبعة خلي بالكو اللي حبيت اعدل في المعادلة اعدل زي اعلم الخلية كده واجه في شهد الصيغة اعدل فيها بتعديل اللي نعايزه او اعمل double click في الخلية زي ما اخدنا من شوية زي اعدل في الخلية اعمل عليها double click هيظهر للمعادلة واعدل فيها زي ما اعايز بدل مكتب في الاشهر اللي باجين كده نفس الكلام اللي انا كتبته ده لأستخدم خاصية الاوتوفيل يعني اعمل ايه حضرتكم احدد الخلية ده كده واجه على سهم المربع الصغير ده اللي عامت ازايد السودة عليه كده واعمل click and drag بالشكل ده كده اللي اجيه حضرتك المعادلة دي اسمه ايه دي خمس زد دي ستة زد دي سبعة اللي اجيه حصل ايه اعمل ايه اصبحت اي خمس زد اي ستة اي سبعة ودية تبقى اف خمس زد اف ستة زد اف سبعة يبا اجهزت حضرتك ان انا اضغط على الاتوفيل واسحب كده طب ليه دي جات الاصفار عشان دي اصبحت حضرتك يساوي جي خمس زد جي ستة زد جي سبعة يعني مجموعة الخلية اللي فوقيها طب دية نفس النظام كي خمس زد كي ستة زد كي سبعة يبا اعمل الفيل هاندل هيغيرني المعادلات حسب الوضع الجديد بدل مكتب كل خلية المجموعة اكتبها تاني يساوي كذا زد كذا لا ممكن اضغط واسحب كده والاكسيل هيغير لكل خلية حسب الوضع الجديد اسمها الفيل هاندل فيها مشكلة دية مفهوم الفيل هاندل في المعادلات ان انا اسحب المعادلة مكانت تاني هتتغير المعادلة حسب الوضع الجديد مفهوم دي حضرتكم مفهوم تمام تمام ادي ستة زد سبعة وضغطنا انتر وادم المجموعة 15 وما انا كنت ممكن اكتب حضرتكم بالشكل ده اكتب يساوي خمسة زد اربعة زد ستة اعطاني 15 برضو في فرق حضرتك بين اعملها بالشكل ده او اعملها بالمعادلات لو انا اعملها بالشكل ده حضرتك لو الخمسة مليون دي كانت مسلا سبعة مليون وضغط انتر الاجي الخمسة عشر ما تغيرتش الخمسة عشر ايه؟ ما اتغيرتش لكن لو كنت كتبة بالشكل ده حضرتكم كده يساوي بالمعادلات كده وغيرت السبعة دي خليتها خمسة الاجي الرقم اتغير اوتوماتيك اوه يبقى مهم جدا في المعادلات حضرتكم استخدم اسماء الخلايا وليست محتويات الخلايا وليست الارقام الف الخلايا عشان لو انا معي مثلا الف موظف عايز اجيب مجموع المرتبات فاللازم في الخلايا الفئة المجموع اكتبها بصيغة المعادلة بالشكل ده مجمعش ارقام على بعض ليه؟ عشان اي تعديل حضرتكم في اي خلية المجموع يتغير اوتوماتيك هنجيب المجموع بطريقة تانية حضرتكم اجي هنا واجه اضغط على اوتو سام اوتو سام الان كتب للمعادلة دي اوتوماتيكي يساوي سام افتح قوس دي خمسة نقدر في بعض دي سبعة تلاقي الاكسل فهم ان انا عاوز اجيب الارقام مجموع الارقام اللي يجاب ليها يعني مجاب ليش يناير معها جاب لي الخلية دي خمسة ودي ستة ودي سبعة المكتوب بين قوسين ده حضرتكم اسمه المدى يعني اكتب المدى ازاي اكتب اول خلية واخر خلية وبينهم نقطتين فوق بعض يعني لو كتبت دي خمسة نقطتين فوق بعض دي مية يبقى الخلية دي خمسة زياد دي ستة زياد دي سبعة زياد دي ثمانة لحاد دي مية باكده اضغط انتر باكده اسحابها بعمل اوتوفيل حضرتكم بالشكل له يباكده اغير المعادلة حسب الوضع الجديد حسب الوضع ايه الجديد هناخد اجيب المجموع حضرتكم بضريقة تانية ممكن اكتب المعادلة سام اكتبه ساوي سام اس سي يو ام باكده افتح قوس باكده اكتب المدى ده من دي خمسة نقطتين فوق بعض دي سبعة انا عملت كليك اندراك عليم كده في كتبهم لتلقائي كده واكفل القوس بي دي باكده اضغط انتر يبا لازم نحفظ حضرتكم ازاي اكتب الدلة سام اكتبها ازاي اكتب الاول يساوي باكده اس سي يو ام وافتح قوس عادي الي شفته تسعة باكده اكتب المدى دي المدى او رينج اسمه باكده اكفل القوس باكده اضغط انتر اجربوه لو سامحت اشان ناخد طريقة اخيرة دلوقت ان شاء الله نكمل ممكن حضرت ادها معلش حاضر انا دلوقت عايز اجيب مجموع المبعات في شهر يناير وفبرار ومارس اكتب هنا يساوي باكده اصم باكده افتح قوس واجه اكتب الخلية الاولانية باكده نقطتين فوق بعض الخلية الاخيرة باكده اكفل القوس باكده اضغط انتر انا اخد دلوقت ازاي نجيب المجموع حضرتكم بطريقة اخرى ان انا هجف المكان اللي هجيب في المجموع باكده اضغط على الزر اللي اسمه او اف اكس ده اللي هو يه انسيرت فانج انا اعز اجيبها حضرتكم اعز اجيب المجموع في عندي حاجه هنا اسمه most recently used اخر معادلات انا استخدمتها او اكثر استخداما ده اللي اصم و اف و اف و كونت و ماكس دول الدول الاكسر استخداما لو ضغطت على السمه ده حضرتك كده هتلاقي هنا هجيب لكلمة اول يعني كل الدول هتلاقي بحضرتك مترتبين اب جدي من ايه تو زد يعني ده اللي اصم حضرتك هتلاقيها في حرف الاس ننزل تحت كده ار اس او حرف الاس اس سي يو ام ده كلها دول هنا فيه دلت الصمه هنا لو اخترت هنا حضرتكم هجيب لي دول التاريخ والوقت دول الاحصه في الاسل في دول كتير خالص ده كلها دول الاحصه دي لو اخترنا هنا حاجه اسمه most recently used اجيب لي اكثر استخداما فحنا عاوزين يدل لصم اخترت بقى هنا اخد افريج و اف و ماكس و مان هناخد من بعد كده شوية كده ان شاء الله اقول له ايه صم اللي جيب فتح للسندوق ده حضرتكم و كتب لي هنا يسوي صم المدى المطلوب يعني هو حاس ان انا عاوز اجيب من المدى ده من دي خمسة الى دي سبعة لان انا عايز اكتبهم رقم رقم اجي انا امسح المكتوب ده حضرتكم بكده اضط على الخلية دي يبقى ده الرقم الاول هو دي خمسة الفيقية خمسة هنا نمبر تو اضط على الخلية دي اعمل اكليك هنا الاول كتب لي دي ستة بكده امكليك هنا دي سبعة لو في رقم تاني كتب لي اضافت دي اربعة كده وكل الخلية جاب للقيمة تعتها خمسة اربعة ستة للمجموع كام خمستاشر المعادلة دي ايه وظفتها adds all the numbers in the range of sales يعني بيجيب مجموع الارقام في مدى خلايا واجه اقوله كده اوكي اعيدها تاني في الخلية الجنبيه اعاوز اجيب مجموع الخلايا دول اجينا اجاب هنا وضغط على Fx واجه اخترد دي لصم واجه اقوله اوكي بكده اكتب الرقم الاول واجه هنا اكتب الرقم التاني واجه هنا بعمل كليك على الرقم وكده اعمل كليك على الرقم كده تبقائيه واجه اقوله كده اوكي جاب للمجموعه نفس الفكرة اوكي اوكي دي المرة التالتة صم اوكي واكتب الارقام اللي انا عايزها واجه هنا الرقم التاني ده واجه له اوكي فيها مشكلة الدلة صم لا تمام حضرات هناخد الوقت ان شاء الله نجيب الدلة افريج الدلة افريج اللي هجيبه المتوسط نفس الفكرة حضراتكم ان انا اكتب يساوي افريج بكده افتح قوس هتلاقي حضراتك كتاب لتلميح هنا يساوي افريج نمبر 1 كما نمبر 2 يبقى ده الشكل اللعن بتاعها ممكن اكتب نفس المادة زي الدلة صم بالزبط اكتب المادة عبارة عن دي كام دي خمسة نقطتين فوق بعض بكده اكتب دي سبعة بكده اكفر القوس الافريج ده حضراتكم هجيب لي مجموحهم على عددهم يعني مجموحهم كام خمسة عددهم ثلاثة يبقى تطلق خمسة واجي اصحابها على باقي الخلايا كده وممكن اعمل ايه حضراتكم ان انا اجي هنا واجي من الزرار ده اوتصام اعمل كليك على السهم ده هلاجي الدلة الافريج موجودة كتبها لي اتلقائي انا بس اغير دي خليها دي سبعة او حضراتكم اعمل ايه اضغط على اف اكس واختار الدلة الافريج من الصندوق ده اوكي وهنا اكتب الرقم الاول اللي هو كام اللي هو ده بعد كده هنا اكتب الرقم التاني وكده هنا اكتب الرقم التالت وكده اضغط انتر نفس الفكرة هي ايه في حتة مهمة جدا عايزين لما حضراتكم اكتب ان ايساوي افتح قوس خلي بالكم في الحتة دي لو سمحت كتب لي هنا تلميح لو اكتب الرقم الاول حضراتكم باكده اعمل كما الرقم التاني يبقى لازم التزم بالتلميح ده بلما قال لي كما يبقى اكتب كما فصلة منقوطة اكتب فصلة منقوطة او ممكن اكتبها بالمدى اعمل اول باك jede احتراطكم الاكتبر قيمة اكتب Monsieur جا Fernandy اكتب ماكس جا المعادلة لازم تبدأ بمادها احمد كثيرا بس كلك ان تشترق خليد اجيب الاكبر قيمة اكبر قيمة ستة واسحبها على الخليsek اللي بعد يمكن. انا اجيب لأكبر قيمة ثمانية. وانا اكبر قيمة كام خمسة. هناخد الوقت ان شاء الله ديلا مينموم. يعني اصغر قيمة. هكتب يساوي. ام اي ان. وافتح قوس. واكتب المدى اللي انا عايزه. هجيب لي اقل قيمة في المدى ده. اللي هي الارباعة. واجه اسحبه باللوتوفيل بالشكل ده كده. في مشكلة. خدنا ديلا سم. التوتل المجموعة. والأفريج اللي هي متوسط. اللي مجموح ما لعددهم. وماكسمم اللي هي اكبر قيمة. ومينموم اللي هي اقل قيمة.